والكلام على أنه نظام وضع جدول المباريات المؤجلة كان فيها مجاملة للأهلي الأستاذ مازم مرزوق الرئيس السابق للجنة المسابقات كان بينتقد وضعية لجنة المسابقات حالياً وجداول المهندس عامر حسين في تعامل المؤجلات بتاعة الأهلي وكان له وجهة نظر الأستاذ مازم مرزوق هنشوفه في أونو سبورت ونعلق عليه والله أنا لما كنت موجود كنت بخليهم يلعبوا والمرة الوحيدة اللي حصلت المشكلة بتاعة مباراة الأهلي والإسماعيلي اللي كان تأجلت استقلت ساعتها من الاتحاد لكن أنا كنت بخلي الناس كلها تلعب عادي مفيش قصة أو عدد المؤجلات لازم أمحدود ما ينفعش أنك تأجل تسعة مباراة للنادي الأهلي أنت متخالي النادي الأهلي طبعا إحنا كلنا زي علينين أنه خسر البطولة أفريقيا لكن لو كان كسب وراح كسر عالم الأندية أنت متخالي كم مؤجلات أنت متخالي الأهلي والزمارك لو كانوا كسب والبطولة تواصلوا في البطولة العربية المؤجلات هتبع عاملة زي ما ينفعش طب مهتونس والمغرب والجزائر بيلعبوا زيك كانوا البطولات والرجاء وصل للنهائي والترجي وصل للنهائي وما عندهمش عدد المؤجلات اللي عند النادي الأهلي عندهم عدد أقل كتير محدود محدود أنا عارف أن عدد الدوري عندهم أقل من عندنا بس ده ما يفرقش عدد الدور يفرق في الأسابيع فإمتى الدور يخلص لو هم عملوا زينا يبقوا هم غلطانين برضو يعني لهم ما عملوش هم المؤجلات مخدومة حتى لو هم عملوا زينا يبقوا غلطانين أقل كتير فنتيجة اللي أنت عملته ده أن أنت زنقت النادي الأهلي حيتزنق يعني نادي الأهلي كان بيحاول يريح فرقته والحقيقة دي مش هو مصلحته هو لو بص يعرف أنها مش هو مصلحته لو حيجي تزنق دلوقتي حيلعب مش كل أربع تيام حيلعب كل تلات تيام ولو كان كمل في البطولة العربية ويقول لك كس العالم المدكة هتبقى مشكلة كبيرة جدا للنادي الأهلي طيب هو يا كابتن سيف وبعد إذنك برضو هو الأهلي ما عنده عدد كم هائل من الإصابات يعني أنت أجلت له وعنده الإصابات وعنده برضو لا بالعكس الإصابات زادت يبقى المشكلة عند الأهلي مش عند اتحاد الكرة يعني الأهلي هو اللي ما استعدش جيدا أنه داخل في أكتر من بطولة كان لازم يبقى عنده عدد وافر من النجوم يخد بيهم البطولات دي لا أما أنه كان يقيس نفسه ويقيس أموره وظروفه وكان يشارك في بطولة والأتنين ويعتزل عن بطولة أخرى لا والآهلي كان ممكن يعتزل عن بطولة أخرى الآهلي كمان عنده مشكلة والانديه المصرية القايمة نفسها لا سواء 25 وبعدين أنت برضو قايمة 25 نصوم قاعد على الدكة والآهلي لما وقع اصابات اتفضل 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 يا كابت معلش أطعناق قايمة 25 لا لا خالص قايمة 25 ظلمت الفرق بأمانة لأن أنت عندك السنة دي بطولة عربية زيادة وبطولة عربية كبيرة عدد مبارياتها كتير فكان لازم الحقيقة يعني أنا كانت وجد نظر أنه يبقى 30 مش 25 لأنه دي حتساعد الفرق لكن أن الأهلي أو المصري أو الزمالك أو الإسمعيلي أي حد بيلعب بطولة أفريقيا لابد أن تعلن من الآن الموسم القادم من غير أسماء أي حد حيمسل مصر في البطولات الأفريقية أو العربية يبقى عامل حسابه أنه حيلعب جمعة حيلعب الاتنين ماتش المؤجل أو ماتش بتاع أسبوعه في الدوري ويرجع يلعب الجمعة أو السبت المباراة العودة في أفريقيا لو هي في أسبوع واحد لازم ده يبقى سيستم بدون أسماء عشان ما يجيش نادي يقولك اشمعنا أنا واشمعنا أنت لا هو ده سيستم حيتحط من اتحاد الكورة فوريفر وأنا كنت عندي دايما كنت عامل مقترح قبل كده أن الدوري المصري يتلعب خميس جمعة سبت والمؤجلات كلها تتلعب باثنين وثلاث أو لو في أسابيقة مضغوطة أو كاس مصر تتلعب باثنين وثلاث زي السيستم اللي ماشي في العالم هتلعبها ماشي أوتوماتيك لو أنت عندك مباراة أفريقيا أنت عندك الدوري الأبطال بيلعبه جمعة وسبت والكونفدرالية حد فأنت عندك الدوري مش هيلعبوه لخميس جمعة سبت الفريق مش هيلعب هيلعب الدوري الأبطال يوم الجمعة يرجع يلعب الاتنين أو التلات ماتش العودة يرجع يلعب مباراة العودة بتاعته في أفريقيا الجمعة أو السبت اللي بعديها نفس الكلام اللي بيلعب الحد الكونفدرالية هيلعب الأربع ويرجع يلعب الحد مباراة العودة سيمبل سيستم حيتطبع على الباقي محدش يقول أرجو أن الأندية تبقى عارفة الأندية الكبيرة ده قدرها اللي بتلعب بطولات كتير واللي اسمها كبير زي العالم كله بتلعب بطولات كتيرة وبتبقى عدد مبارايتها أكتر في نفس المدة المحددة لبقية الفرق فلازم تبقى عارفة أن ده قدرها وهو ده مستوى الفرق الكبيرة اللي بتلعب بتنفس على البطولات فده سيستم العالم كله ماشي به ومحدش بيقول أن زي مثلا برشلونة ولا سيتي ولا تشيلسي لما بيوصلوا سيمي فاينل أو فاينل أوروبا محدش بيقول أصلهم بيمثلوا انجلترا أو بيمثلوا أسبانيا فلازم كلنا نوقف في ظهرهم الكلام ده مش موجود في عالم الاحتراف يعني احنا كل قضاء مطروحة وكل كلام فيه جزء كبير من المنطق وأيضا جزء من اللي على البر عواب برضو يعني أنت ممكن تبقى مش شاف حلول أنت بتقولها دي حلول منطقية جدا لكن لما يعني لأن أستاذ مازل بيقول لأنا عملتها بلكده ما كانتش الموسم بالشكل ده ما فيش موسم بالشكل ده إنما هو القرار الغريب المريب العجيب اللي بيدول لك على أن والله ما فيه حاجة بتتعمل علشان صالح عام مطلق لأن أما تيجي تقولي في موسم زي ده أروح أنا منازل الثلاثين لخمسة وعشرين فتكتشف أنك أسرت كمان على القوام الأفريقية لأن فيه لعيبة من اللي مشت من الخامسة دول كانوا مسجلين أفريقيا يعني بهدلة 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 وبعد يقولك تتحلال حلال والقرار ده تتاخد ليه ما حاجة بيقولك ما لوش تفسير لا هو تفسير وحيد إنه بيحرك سوق الانتقالات آه طبعا ما ليه هي كلها سوق الانتقالات وبيخدم ناعها أندية وأصوات وصعبة وهبطة إنما فكرة إن أنا بقالي تلاتين سنة قضيتي كلها ألغي الابتدائية طبعا خمس سنين ولا رجعها ست سنين قادي التعليم اللي كان بتصلح ودلوقتي الدوري هو خمسة وعشرين ولا تلاتين ولا ما فيش حاجة خالص مش ده الموضوع يا جماعة مش ده الموضوع إنك أنت تتنظم جداول وتتنظم مسابقات وتعمل تحكيم قوي وتعمل إعلام يعني موضوعي هذا اللي يصلح الدنيا شوف الحقيقة برضو للموضوعية وأنت بتكلم على الإعلام الموضوعي للموضوعية في الجزئية بتاعة مقارنة وضعية مصر بتونس اللي الأستاذ مازن ذكرها رقم واحد وهو أشار لده إنه الدور التونسي عدده بس زي هو مش شايف إن ده مش مؤثر يعني بس كمان الدور التونسي بدأ بعد الدور المصر بشهر كامل فأنت مكنتش عندك مطشط من تتلعي كتيرا بالشكل اللي أنت عليه إنما كمان لما يتقال أنا أثبت كويس يبقى فيه أجندة سابتة الدورة هتلعب أربع خميس جمعة زي ما قال وإن الاتنين والثلاث في وسط الأسبوع تلعب المباريات المؤجلة أو المباريات الأفريقية الخارجية كلام ده كويس جدا من الناحية النظرية طب تعمل إيه بعد من الاتحاد الأفريقي حطت لك مباريات في دور الأبطال 3 و4 كالأول كانت سابتة يبتلعب جمعة سابتة حد أحد أيام 3 بيخيارك بينهم في ظل الأجندة المضغوطة بتاعت الاتحاد الأفريقي بقى يلعب 3 و4 في نص الأزواء كمان تلعب تعمل إيه عند 3 و4 جزء من الكلام من العربار عوام عربار عوام لأنه مش في التفاصيل دي قوي بالضبط أنت عندك الاتحاد الأفريقي ضغط لك المسألة في موسم بهذا الشكل المقارنة أيضا مع أوروبا لأن أوروبا زي ما بيحصل في دور أبطال أوروبا وزي ما بيحصل في دور أبطال أوروبا الكلام حلو بس السفر تعمل إيه فيه أي فرقة مصرية بتيجي مسافرة أفريقية شوفوا الفرقة الأوروبية بتتنقل فيما بين بعضها في ساعتين بيبقى في الدولة التانية يلعب ويرجع بعد الساعة طيب أنت النهار ده والأن ده كبير عندها تغرات خاصة أه الزورة مختلفة المقارنة هنا مش موضوعية الناس بقى اللي بتتكلم يعني الزمير ردوان الزياتي كان واخد في الحلقة دي الاتجاه المضاد للآله بحدة على غير عادته أنا تابعته فأنا استغربته هو المنطق فين في جزئية طيب ما هو أجلولك وهو مطشط للآله ومع هذا اللعبة مصابة ما هو ده نتيجة مش سبب وانت عشان لعبت مطشط مضغوطة بشكل غير الأدامي كانت النتيجة أحمال بدنية وأعباء كتيرة قدت لإصابات مش طبعية ده جزء تراكمي يعني هو الإصابة مش داره تكون المسئولية على الموسم اللي حدثت فيه أنت تم استهلاكك على ثلاثة أربعة مواسم سابقة بالزبط مش هي الإجهد لا يأتي فجأة ما هو ده اللي قاله مانو جوسي قالهم يا جماعة أنتم متصورين تلاحهم المواسم ده هيعمل إيه في الأهل السنة الجاية السنة الجاية وتكلم قالهم كده قالهم حيبقى فيه إصابات كتير للناس اللي بتقارن وإنه الأهلي تخدم عليه في موضوع المؤجلات تشوفوا الأهلي لعب بطريقة إزاي لعب حتى لقاء النجوم الأخير في الدوري عشر مطشاط لعب في كاس مصر مباراة لعب في دوري أبطال أفريقيا اللي خلص تسع مباريات لعب في دوري أبطال أفريقيا 2019 يعني في 2018 لعب تسع مباريات لعب في بطولة زايد العربية أربع مباريات توقفات المنتخبات للمباريات الدولية الرسمية أربع مباريات التفاصيل شوفوا بقى فين الأيام البينية اللي كان الأستاذ مازن عايز الحج عامر حسين يحط مباريات للهي لما يلاقل يلعب مع الإسماعيل في الدوري 2 أغسطس ويلعب مع المصر 7 أغسطس ويلعب مع النجمة اللبناني 13 أغسطس يعني 37 ويلعب مع الترجي 17 يعني هتلاقي يا 3 أيام يا 4 أيام على طول ويلعب 17 أغسطس مع الترجي يلعب مع دجلة في الدوري 21 21 أغسطس مع دجلة 24 أغسطس مع الحدود 3 أيام على طول 24 و28 ماتش كامبالا سيتي في أفريقيا ألاقي بيلعب مع الإنتاج أول سبتمبر والمنتخب يقف فهدي برضو جملة اعتراضية مهمة حتى في الفترات اللي انت بتتكلم فيها انك تثبت جدول ثابت طب ثبت لبقى المباريات الدولية للمنتخب ومعسكرات المنتخب وشوف مين من الأندية يقدر يلعب مباريات رسمية ومتاخد منه عدد من اللعيبة الدوليين لأنه حتى لما الدور وقف لما بص يا سيد إبراهيم انت تكون منتخب منك اللعيبة في المنتخب الأول والمنتخب الإولمبي فاللي بيتكلم هو مش التفاصيل مش قدامه قوي بالضبط لأنه الآهل يلعب مع الإنتاج أول سبتمبر يقف الدور طب حلو قوي ناخد نفسنا لا اللعيبة الدوليين تروح للمنتخب عشان تلعب مباراة النيجر تمانية سبتمبر بين المنتخبين في حوالي عشرة لعيبة من الأهلي الحرية الغينة في أفريقيا يوم 14 سبتمبر و22 سبتمبر يعني 8 أيام وبينهم سفرية طبعا النجمة اللبناني عربيا 27 يعني 22 27 صف الجزائر 2 أكتوبر الترسانة في الكاس 10 أكتوبر حتى لعبة الترسانة بدون الدوليين كان المنتخب بيلعب مباراة عشرة أكتوبر مع سواتينين عشرة أكتوبر 16 أكتوبر الأهلي 23 أكتوبر يلعب مع سطيف الجزائري يلعب 23 ويلعب 28 يلعب 2 11 وتسعة 11 و16 11 و22 11 و27 يلعب 27 ويلعب واحد في الشهر 3 أيام على طول يلعب واحد ويلعب خمسة ويلعب تسعة ويلعب 14 ويلعب 17 كل المسافات البينية زي ما حضراتكم فاكرين بحسب نهاركم مرة في المية وخمسة يوم ديت كان تقريبا كل 3 أيام وكسر مباراة دي مسائل مش طبيعية الموسم مش طبيعي والحاجة عام الحسين طلع على هذا الكلام ولما قال الأندية ضحي ببطولة اتضح أن فيه أهمية استراتيجية للبطولة العربية فيه اعتبارات أخرى اعتبارات أدبية لازم تشارك وأفريقيا فيه اعتبارات كينونة هتروح كاسر العالم الأندية من خلال البطولة الأفريقية فلازم تشارك فالمسائلة ما كانش فيها اختيار يعني عشان يتقال وهو الأهل كان حالته ضحي ببطولة يضحي بالدوري ما لعبش الدوري يعني هيضحي بإيه إيه اللي هيضحي بإيه كاس مصر اللي فيه مباراة من غير الدوليين هو ده اللي كنت طالب بإنه يضحي ما كانش فيه مجال إن الأهلي يعني إذا كان هو الأهلي اللي عامل الأزمة في الموسم ده لكن الموضوع هو مبالغ فيه وضمن حملة حلوة قوي إن النادي الأهلي في أي وضع من الأوضاع مش هيتساب يفرح هو النهاردة لما يجي حد يكلمك بأخبار مغلوطة في الانتقالات ولا في اللعيبة ولا حتى مشاكل جوه النادي الوضع عجيب جدا يعني أنت ما تشوف المشهد دي تلك الأهلي ده مليان أخطاء ومليان وتشوف غيرك يا أخي تستعجب بينعم بالاستقرار وعنده حاجات ما حاجي بيجيب سريتها